كما أكد الرئيس السيسي أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أحياء للإنسانية وتكريم لها ويمثل فرصة للاطلاع على المفاهيم السليمة مشيرا إلى أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وأعداده مسؤولية تضامنية تحتاج إلى كافة مؤسسات الدولة وقبل ذلك الأسرى لبناء وطن في مختلف المجالات ولعل احتفالنا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة صلى الله عليه وسلم وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننا التي بلغت بالإنسانية أعلى درجاتها فرسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية من شأنها أن تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم فهي رسالة تدعو إلى التعايش والبناء والتنمية حس بيانت آيات القرآن الكريم أن من أسمى غايات الخلق بناء الإنسان بناء قويما ليؤدي مهمته التي كلفه الله تعالى بها ألا وهي إعمار الكون وتنميته ولا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مسئولية تضامنية وتكاملية تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية ومن قبل كل ذلك الأسرة لنبني معا إنسانا قويا واعيا رشيدا يبني وطنه في مختلف المجالات ليكون قدوة ونموزجا حسنا لتعليم دينه إنسانا صاحب شخصية قوية سوية قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمل